السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله يا سابع رح نبدأ بالدرس الثاني من الوحدة اللي هو درس التناسب هلأ في البداية التناسب يا سابع هو عبارة عن مساواة بين نسبتين مساواة بين نسبتين شو يعني مساواة بين نسبتين يعني بدي يكون في عنا نسبتين هدول النسبتين إذا كانوا متساويات إذا كانوا متساويات إذن هم يبوضع تناسب طبعا هلأ رح نأخذ مثال على هذا الإشي هلأ إذا كانوا هدول النسبتين متساويتين إذن هدول النسبتين نسميهم نسبتين متكافئتين نسبتين متكافئتين هلأ قبل ما نحكي عن التناسب بدنا نتعرف على رموز وأشياء التتعلق بالتناسب هلأ إذا كان عندنا يا سابع إذا كان عندنا مثلا A بالنسبة إلى B يساوي C بالنسبة إلى D طيب هلأ إحنا حكينا هدول النقطتين اللي هم إيش عنا تناسب يعني A بالنسبة إلى B أو A إلى B منسميهم هلأ إذا بإمكاننا نكتبهم بهاي الصورة أو بإمكاننا نكتبهم بصورة كسور اللي هي عندنا A على B تساوي C على إيش عنا على D هلأ بدنا نعرف يا سابع إنه البي والسي البي والسي هدول منسميهم عنا وسطاء التناسب منسميهم وسطاء التناسب لأنهم ون موجودين هما بالوسط إذن بي والسي بي والسي هدول عبارة عن وسطاء التناسب اللي هم هانا هدول والA والD إيش منسميهم؟ منسميهم طرفي التناسب الA والD الA عندنا والD هدول منسميهم طرفي التناسب لأنهم موجودين على الأطراف إذن الA والD هم عبارة عن طرفي التناسب طرفي التناسب يا سابع يعني هلأ لو كان عندنا يا سابع مثلا خمسة على أربعة تساوي خمسة وعشرين عنا على عشرين هلأ الخمسة والعشرين هلأ عنا الخمسة والعشرين هدول إيش منسميهم؟ الخمسة والعشرين اللي موجودين هدولا طرفي التناسب طرفي التناسب والأربعة والخمسة وعشرين هدول إيش منسميهم؟ الأربعة والخمسة وعشرين هدولا وسطي التناسب وسطي التناسب هلأ بإمكاننا نكتبها يا سابع بصيغة إيش عنا؟ أربعة لا أسفة 5 على 4 5 على 4 تساوي عنا 25 إلى 20 فهي عنا الـ 4 والـ 25 اللي موجودين عنا في الوسط اللي هم وسطي التناسب والـ 25 اللي موجودين على الأطراف اللي هم إيش عنا طرفي التناسب طيب هلأ كيف بدنا نعرف إنه الموجودين معنا بتمثل تناسب أو لا هلأ خلينا نأخذ المثال اللي إحنا كاتبينه 5 على 4 تساوي 25 على 20 هلأ في عنا أكتر من طريقة لحتى نوجد هذا الحالية سابع هلأ بالنهاية طبعا كل الطرق صحيحة لأنها بالنهاية رح تعطينا نفس الجواب هلأ أول طريقة موجودة معنا اللي هي عنا طريقة إيجاد معدل الوحدة للنسب إيجاد معدل الوحدة يعني خلينا نرجع نكتبهم 5 على 4 تساوي 25 على 20 كيف يعني نوجد معدل الوحدة هلأ 5 على 4 معدل الوحدة لإلها إيش هو نقسم على 4 على 4 صارت معنا 5 تقسيم 4 اللي هي كم تعطينا 5 تقسيم 4 1 وربع رح تعطينا 1 وربع على 1 هاي معدل الوحدة لـ 5 على 4 ونفس الإشي 25 على 20 بدنا نوجد معدل الوحدة لإلها 25 على 20 تقسيم 20 تقسيم 20 هلأ قداش بدها تصير معنا 25 تقسيم 20 طبعا إحنا بإمكاننا نختصر بأبسط صورة 25 تقسيم 20 كمان إيش رح تطلع معنا 1 وربع هلأ بما إنه لما طلعنا معدل الوحدة الوحدة لتصلوا على متساويات إذن هدول إيش بيشكلوا عنا بيشكلوا تناسب إذن بيشكلوا تناسب يا سابعا أو طريقة تانية طريقة تانية نفس السؤال هلأ إحنا عنا 5 على 4 تساوي 25 على 20 طيب هلأ لو إجينا 5 على 4 هاي مبسط بأبسط صورة خلاص خليها طيب الـ 25 على 20 بيش بإمكاننا نبسطها بأبسط صورة أول إشي نقسمها على 5 وهنا نقسمها على 5 25 على 5 كم تعطينا 5 20 على 5 كم تعطينا 4 اللي هو نفسه الكسر اللي موجود معنا طلعت 5 على 4 تساوي على 5 على 4 إذن كمان إيش تشكل عنا تناسب فبإمكاننا إذن نستخدم طريقة إيش عنا اختصار أو التبسيط طريقة التبسيط يا سابع لحتى نتأكد إنه الموجود معنا تناسب أو لا تناسب أو لا طيب خلينا نأخذ كمان مثال لو كان عنا ستة على تمانية وثلاثة على أربعة ستة على تمانية وثلاثة على أربعة هل تشكل تناسب أو لا طيب خلينا نستخدم الاختصار أو تبسيط أسهل إشي هلأ التلاتة على أربعة بأبسط صورة هلأ عنا ستة على تمانية ستة على تمانية خلينا نبسطها بأبسط صورة تقسيم اتنين وهنا تقسيم اتنين ستة تقسيم اتنين ثلاثة وتمانية تقسيم اتنين أربعة إذن هلأ شو تطلع عنا تلاتة على أربعة واللي فوق كمان إيش تلعت عنا تلاتة على أربعة بهاي الحالة إذن هانا إيش عنا بشكل تناسب إذن بشكل عنا تناسبة 7 طيب لو كان عنا 5 إلى 3 و 25 إلى 15 خلينا نكتبهم أورشي كسور 5 على 3 وعنا 25 على 15 طيب خلينا نستخدم الجاد المعدل رح نحلهم بالطريقتين إيجاد المعدل هلأ 5 على 3 تقسيم 3 تقسيم 3 5 تقسيم 3 كم يا 7 عنا يعني 1 و 6 دوري طيب هلأ 25 على 15 نفسي الإشي تقسيم 15 تقسيم 15 كم فيها 1 و 6 دوري هلأ بما إنه معدل الوحدة طلع نفسه بما إنه طلع نفس معدل الوحدة يا 7 إذن إيش هاي تشكل تناسب إذن تشكل تناسب طيب لو حلناها على الاختصار 5 إلى 3 و 25 على 15 طيب 5 على 3 و 25 على 15 هلأ مين اللي فيها بدنا نبسط بما إنهم طلعوا إذن متساويات نفس بعض إذن إيش عنا تشكل تناسب هلأ فيه طريقة سابع اللي هي الضرب التبادل طريقة الضرب التبادل يعني لو كان عنا 1 1 إلى 4 وعنا 3 إلى 16 1 على 4 و 3 على 16 هلأ طريقة الضرب التبادلي إنه نضرب كل عدد يعني نضرب البسط مع المقام للنسبة الثانية يعني الواحد مع ال 16 الثلاثة مع ال 14 هلأ إذا طلعوا نفس الجواب إذن بيكون عنا تناسب يعني 1 ضرب 16 كم تعطينا 16 طيب 3 ضرب 4 كم تعطينا 12 هاي طلعت 16 وهاي طلعت 12 هادولا بيشكلوا تناسب لا هاي 16 وهاي 12 بما إنه غير متساويات إذن لا تشكل تناسب إذن لا تشكل تناسب يا سابع لا تشكل تناسب طيب هلأ في عنا الفكرة الثانية بالدرس اللي هي إيجاد أو حل التناسبات إذا كان في عنا مجهول يعني مثلا عنايات سابع لو كان عنا سبعة على تمانية تساوي X على أربعين بدنا قيمة X بدنا قيمة X هلأ أسهل طريقة بإيجاد القيمة اللي هي أشعرنا الضرب التبادل نضرأ سبعة ضرب أربعين وتساوي تمانية أشعرنا تمانية X تمانية X طيب سبعة ضرب أربعين كم تعطينا تعطينا 280 وتساوي تمانية X هلأ زي معادلة صارت معنا نقسم على تمانية على تمانية إذن X تساوي 280 على تمانية كم تعطينا بتعطينا 35 إذن تطلع قيمة X المجهولة معنا 35 إلى 7 لو كان لدينا نضرب نضرب بـ 28 و 63 في Y 9 ضرب 28 وتساوي 63 Y 9 ضرب عندنا 28 كم تعطينا تعطينا 252 وتساوي 63 Y نقسم على 63 على 63 هلأ 252 على 63 كم فيها فيها بـ 4 إذن تطلع قيمة Y تساوي 4 تساوي 4 إذن لو كان لدينا 12 على X نقص 2 تساوي 32 على X زائد 8 يال ضرب تبادلي نضرب كل واحدة في القبالة صارت عنا 12 بدنا نضربها بـ X زائد 8 وتساوي 32 نفس الإشي بـ X نقص 2 هلأ لما بدنا نضرب عن ذلك بدك تدخلها على القص 12 X 12 X زائد 12 عنا في 8 6 90 ويساوي 32 X نقص 32 في 2 اللي هي إش عنا 64 صارت معنا معادلة منحلها يا 7 خلينا نجمع نقص 12 X نقص 12 X صار عنا 96 تساوي 32 نقص 12 كم فيها فيها 20 X نقص 64 هلأ مننقل 64 موجب 64 موجب 64 96 64 كم فيها 160 صار عنا 160 وتساوي 20 X نقص على 20 على 20 إذن X كم بتساوي 160 تقص 20 طبعا نشيل 0 مع 0 نختص 0 مع 0 16 على 2 الهي كم 8 إذن تطلع قيمة X تساوي 8 X تساوي 8 طيب عنا D على 5 تساوي 1 على 35 يرى ضرب تبادل D ضرب 35 تساوي 5 ضرب 1 يعني 5 بعدها منقسم على 35 على 35 إذن D تساوي 5 على 35 بإمكاننا نختصرها بأبسط صورة 1 على 7 7 7 على B تساوي 28 على 3 ضرب تبادلي 7 ضرب 3 تساوي 28 B 7 ضرب 3 كم 21 وتساوي 28 B على 28 على 28 إذن B تساوي بإمكاننا نختصرها على 7 فيها 3 على 4 إذن B تساوي 3 على 4 طبعا هذا سؤال أتحقق من فهمي صفحة 15 طيب عنا X على 12 ناقص X تساوي 10 على 30 هلأ أنا قبل ما نبدأ نعمل الضرب التبادلي بإمكاننا نختصر صفر مع صفر بضل عنا X على 12 ناقص X تساوي 1 على 3 ضرب تبادلي 3 X تساوي 12 ناقص X لأنه ضرب 1 يعني ما رح تتغير هلأ هلأ خلينا نجمع الإكسات مع بعض موجب X موجب X 4 X تساوي 12 على 4 على 4 إذن X كم رح تساوي معنا X رح تساوي 3 خلينا نشوف المثال 3 مثال من الحياة في إحدى شركات الحواسيب كانت نسبة العاملين في قسم البرمجة إلى العاملين في قسم التسويق 3 إلى 8 يعني هلأ اللي بيعملوا في البرمجة بالنسبة للتسويق 3 إلى 8 يعني الثلاث برمجة والتمانية إيش تسويق إذا كان عدد المبرمجين 27 كم عدد العاملين في قسم التسويق طيب خلينا نكتبهم زي نسبة وتناسب هلأ إحنا عنا البرمجة البرمجة بالنسبة للتسويق هلأ اللي هي نسبتها 3 إلى 8 وحكينا أنه عدد المبرمجين 27 يعني 3 على 8 تساوي 27 على إيش على مجهول نعتبره X اللي هو عدد اللي بيشتغلوا في قسم التسويق هلأ بنا نوجد كم عددهم ضرب تبادلي 3X تساوي 27 ضرب 8 3X تساوي 27 عنا ضرب 8 اللي هي كم 216 نقسم نقسم 3X 2X تساوي 216 تقسيم 3 فيها ب 72 70 إذا اللي بيشتغلوا فيه التسويق هم 72 شخص 72 شخص خزAR طيب لن نحل بحقق من فهمي صفحة 16 في أحد الصفوف الأساسية كانت نسبة الطلاب إلى الطالبات 5 إلى 6 يعني هاي رح تكون الطلاب الخمسة والستة اللي هي مين عنا الطالبات إذا كان عدد الطالبات 18 فكم عدد الطلاب هلأ عنا 5 على 6 تساوي هلأ الخمسة طلاب إذن والمجهول طلاب يعني هنا الأكس وهنا إيش رح تكون 18 لأنه 18 هو عدد الطالبات ضرب تبادلي صارت 5 ضرب 18 تساوي 6x 18 لأنه ضرب 5 وتساوي 90 6x نقسم على 6 على 6 إذن بتطلع قيمة x تساوي تساوي 15 طالب إذن بكون عدد الطلاب بهاي الحالة 15 طالب يا 7 السلام عليكم رحمة الله وبركاته تساويه لكم في المساعدة لكم في المساعدة